حقوق الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا الله سبحانه وتعالى تيغنا ويسألنوا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدي صحاباننا أدي دونكو لنغادو سرسوك لنكما إلى يوم القيام وقا حديث سبيلين قاعدنا الحديث الثلاثون حديث تنجي كندي أن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها حديث حسن رواه الدارة قتني وغيره إذن كي حديث كندي صحابي بيقاخل لي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أتيد مغفاري عليه الصلاة والسلام وغاتني إن الله فرض فرائض كتو غارون حديث كي سرسر سوانتو غاركو نانتي كي حديث كندي لسي لخورياني سرنگنا ملي سيرتكوها وفرس وعالتكوها وافتنتكوها ومداركوها وفي حديث كتاب سيرنا حديثي الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فرض فرضة فرضت في نفسه فرضا كم فرضا كم لذي سلي جكا فرضا من الأجرم فرضا يكون فرضاكبえて الله سبحانه وتعالى فرضاكب فلا تضيعوها قمع انه فرضا كم يرحى فرضا كم يرحى إذاً يروي فأمنا ستجيل خوفFl Innovation ستجيل خوف ستجيل خلف ستجيل خلف ستجيل خلف أخيط من الاشتراكة الأخيط لكم ورحمنا صحيح ماذا الغيسة 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 يحتيت الغيسة صحيح فهو الوظيفي المزيدين إمام مالك رحمه الله تعالى الله تعالى تقرأ على الارش لأن الله تعالى يجب أن يدعى الهدى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر